السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدي في سنة الثالثة متوسطة لحتى أولياء تلاميذ لم يشادوا فينا كالعاد معكم الأسدى يسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم نحلوا مع بعض اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية طبعا أبنائي نعرفوا باللي ما بين الفرود والاختبارات كانت مدة قصيرة جدا إذن نزيدوا نزيروا شوية باش إن شاء الله نتحصلوا على علامات ممتازة في الاختبار بإذن الله الرابط تعهد الموضوع اللي حب يعني باش يطبعوا رح نخليه لكم في رابط الوصف ملاحظة أخرى قبل ما إن شاء الله نبدأ الدروس تعنا نعطي للتلميذ سواء اللي يخدموا للمين اللي ما يخدمش نعطيله النصيحة التلميذ اللي يتحصل على علامة جيدة في الفرد مادة به كم الخير تعوه ويتحصل على علامة جيدة في الاختبار معتها من اغتروش أما التلميذ اللي ما عجباتوش النقطة تع الفرد ما عليه إلا هذا سيكون حافز له يزير أكثر في الاختبار لأنه هو الصح العالمة على الاختبار هي اللي رح تطلع له الفرد يلا بدون إيطالة كيفاش نديروك العادة نبدأ ونقرأوا الأسئلة تعنا نفهموها نبدأ الحل وطبعا رانا نديروه فيه مراجعة في نفس الوقت ما فهم الحاجة اللي نفهموها نفهموها والحاجة اللي لازم نحفظوها لازم نحفظوها نبدأ بالجزء الأول عليه 12 نقطة السؤال الأول ست نقاط يقول لي ألف إش رح المصطلحات التالية ما معنى الممتلكات الثقافية العقارية توراث عالمي ومحمية هذا كامل رح نشرحوهم ومدى بيكم نفهموهم قبل ما نحفظوهم مفهوم نقدروا حتى إذا التركيز رحنا إلى غري ذلك نحطوش نفهم ماشي عب وماشي خطأ صنف ما يلي حسب الجدول إذن يلا وفي الجدول وش عندي توراث طبيعي لانت موجود في الطبيعة توراث ثقافي عندي مادة ولا مادة رح نشوفو شمعت كلمة مادة ولا مادة اللباس التقليدي قلعة بني حمات الفروسية احتفالة رأس السنة الأمازيغية الزي الشاوي الفخر رسومات التاصيل نقود قديمة ومغارة بني عد بتلمسه يلا هذا بالنسبة للسؤال الأول تلاحظوا باللي التلاميذ يقدروا يدف فيها علامة كاملة السؤال الثاني وقع على الخريطة هذه المحميات واختر واحدة منها لتشرحها وتبرز قيمتها إذن الهوكار الشريعة القالة نية الحدوث لمسان لازم نعرف بلايس هم وينجين هذه وحدة وخير أنت واحد لك حافظها حطها ولا رأك فهمها أعطيني الشرح التحول الأهمية دينا يلا هذا السؤال الثاني السؤال الثالث اللي هو الوضعية الإدماجي قل لي وأنت تتجول مع صديقك بين أرويقات إحدى المعارض سألك عن سر عرض تلك الألبسة ومختلف الأغراض القديمة فقلت له إنها تعتبر ولا تعبر عن تراثينا وهوية أجدادنا وتاريخهم فطلب منك توضيحا أكثر عن علاقة تلك الموروثات بالهوية والتاريخ مع تلك اللي هنا صديق تلك كنت في المعارض قال لك علاش حاجة تقديمة ورانا نخلو فيها ورانا نشوفو فيها لحد الآن هذا أنت الإجابة تلك طبعا كانت تقولوا باللي هذا وش خلاونا الأجداد التاريخ التاريخ التحهم الهوية إلى غير ذلك السند الأول إن كل أمة من الأمم لها تراث معلوم تعرفوا به أو مجهول بحاجة إلى الكشف عنه ولها هوية بين الأمم الأخرى مع تمكيش بلد ما عندهش وشنو تراث ولا هوية السند الثاني يعتبر اللباس الجزائري يعبر عفوا اللباس الجزائري عن هوية أجدادنا فهو رمز للسطر والتزيين وتقاليد الناس في أزيائهم الممتدة وصولها إلى أمازيغيتهم إسلامهم وحروبتهم اللي هنا السند الثاني يهضر لي على اللباس الجزائري التعليم أو ما طلب منا اعتمادا على السندين وعلى ما درست أكتب فقرة من 12 سطر تجيب فيها عن تساؤل صديقك وحذاري لازم باش نندي العلامة مليحة على ثمانية ما قلش الأستاذ حقرني إلى غير ذلك ما نخرج عن الموضوع لازم نحكم السيلو تاعي وللقلم ونشوف السورتوك يقول لي هكا تساؤل ما يقول ليش زيما اعتمادا على السندين وما درست أكتب فقرة في تبين فيها أهمية التراث لا قلي تجيب فيها عن تساؤل صديقك لازم نشوف مليح وشنو هو السؤال تحذ الصديق ونفهم الوضعية تاعي يلا أبنائي بدون إطالة يلا هنبدأ نحلو الإختبار تعنا ونديرو مراجعة في نفس الوقت يلا نسمو بسم الله بسؤال أول لي قال لي اشرح المصطلحات التالية إذن كلمة ممتلكات ثقافية عقارية ممتلكات مع الحاجة يملكها الإنسان ثقافية تعبر عن الثقافة عقارية مع العقار وشنو هو العقار أبنائي هو الحاجة كما احنا نقوله ساكن إلى غالي ذلك يلا تتمثل في كل المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمساحات الحضارية والريفية هذا هو وشنو معتها ممتلكات ثقافية عقارية معتها أي معلم تاريخي معتها يعبر عن تاريخ تع الجزائر ولا تاريخ تع ذلك البلد عبيني نقوله ثقافي ممتلكات ثقافية ومواقع أثرية معتها ما يقدش يدخلها الإنسان ولا يعيش فيها ولا كما احنا نقوله يدنسها ولا يحطمها لا هو معلم تاريخي معتها خلونا تاريخ تعنا ومواقع أثرية ولا مساحات حضارية وريفية هذا هو الممتلكات قلنا ولا تعريف الممتلكات الثقافية العقارية وشن هو التراث العالمي هو كل ما يمثل التاريخ الإنساني العالمي والذي يتم تصنيفهم من قبل منظمة اليونيسكو اذا قلنا واحدة المنظمة منظمة اليونيسكو اتشوف في البلدان اي منطقة كما احنا عندنا القصابة الى غير ذلك كل منطقة من التراث خلوها الاجداد التعنى في القديم وتمثل عن تراث الإنسان اذا منظمة اليونيسكو تقوم بحمايتها فهم بش هكذا السياح يجوليها احنا نشوفوها الى غير ذلك ما هي المحمية هي عبارة عن مناطق تخصصها الدولة لحماية التراث الوطني بصورة مختلفة والمحافظة على المقومات الطبيعية كلمة محمية راني نحمي فيها هذه هي تشوفها بلي الدولة فيها طراث وطني بفهم معنى فيها نباتات نادرة فيها حيوانات نادرة فيها مثلا قلعة خلها الجدود أو قلعة من التاريخ الى غير ذلك معنى منطقة خلوا فيها التاريخ تقوموا الدولة وشنو بحمايتها والمحافظة عليها باش تبقى للأجيال المقبلة هذا بالنسبة الى السؤال تعرف المصطلحات نمر لسؤالتاني اللي قل يصنف ما يلي حسب الجدول إذن يلا التراث الطبيعي هي قلنا اللي خلت هنا طبيعة نبدأ بالنسبة للتراث الثقافي معتها حاجة ثقافية مادي نقدر نمسو لا مادي ما نمسوش يلا حاجة اللي موجودة في الطبيعة هي القلعات اللي خلوه هنا قلعة بني حمد مغارة بني عاد هدوين نلقاهم في الطبيعة معتك نروح برا ونشوف في تلك المكان نصيبوه في الطبيعة عادي ثقافي أبناء إيلانا مثلا ما دي قلنا اللي نمسو معتها من الثقافة لباس تقليدي نقود زي الشاوية الفخر رسومات التاصيل نقود القديمة هدو كامل إذا حطيت عليهم يدي نقدر نمسوهم العكس صحيح اللامة دي منمسوش الفروسية معتها واحدة وراكة في الخيل منمسوش نشوفه احتفالتي الناير نحتفل بيها بصحة الاحتفالة منمسهش المصرح كذلك نشوفه بصحة منمسوش هذه هي مفهوم إذن هذا بالنسبة إلى التصنيف التعنا في الجدول قلنا حسب التراث اللي عندي يلا نمر إلى السؤال الثاني اللي حبيت نجبدلكم هذا الموضوع بش هكذا نعرف المناطق التاعي ولا المحميات وين جايين مفهوم إذن كثير تتكرر أنه يعطيني خريطة صماء ويقول لي انت ضع فيها المحميات إذن بالنسبة إلى اليمين التعنا اتفكروا بالليل قاله جاي في هذا البناصة أقصى اليسار عندي تلمسان مفهوم الشريعة وتنية الحد الشريعة جاية في الوسط وتنية الحد في الوسط برك الشريعة فوق تنية الحد والتاحتة كامل في الوسط عندي الهقار معنى اللي جاية في الصحر نفهوم ننسيو نحفظوها على هذا الشكل البسيط يلا قال لي أعطيني أي محمية حبيتها وهضر لي عليها وهضر لي على المميزاتها إلى غير ذلك ناخدو مثلا محمية تلمسان اللي جاية وين في ولاية تلمسان أو يقول لي تضم غابات وشلالات إلى غير ذلك بالإضافة إلى مغارات بنيعاد التي تعتبر موقعا لاستقبال الألف من السياح سنويا مفهوم إذا نعطيني كما نقوله تعريف خفيف على أي محمية حبيتها مفهوم الهقار حبيتها الشريعة على حسن مفهوم يلا نمر إلى السؤال الأخير اللي هو الوضعية الإدماجية إذا قلنا فهم السؤال نصف الجواب قال لي وانترك كنت تتحوس مع الصديق في واحد المعارض مفهوم متحف ولا سألك عن سري حرض تلك الألبسة المختلفة القديمة مع تعليش يعرضون تلك الألبسة هذه هي السؤال اللي رح كما احنا قولون نجاوبوا عليه طبعا نجاوبون عليه لكن احنا نزيدوا بدقة أكثر مفهوم احنا وش قلنا له قلنا له أي لباس قديم ولا حاجة خلوها النقديمة في المعرض هي التراث والهوية تعل الأجداد لأنه أمة بدون هوية ولا بدون تراث ما مهيش أمة مفهوم يلا إذن وش حندير في المقدمة قلت لكم عرفوا بالموضوع التي عكم أنا لنهضر على التراث إذن سأعرف التراث في الموضوع التراث هو كل موروث حضاري متداول عبر الأجيال يعبر عن إبداعها الروحي والعقلي مفهوم إذن هذا بالنسبة قلنا إلى التعريف هو الأول حاجة اللولة اللي تبدو بها في الوضعية الإدماجية تعكم فما علاقة ذلك بالهوية هذا هو السؤال اللي قلنا كملوا الوضعية تعكم بسؤال راح تحلوه في الموضوع تعكم ولا في العرض تعكم يلا فما علاقة قصد ما علاقة التراث بالهوية مفهوم إذن يلا سنجاوب عليها يمثل تراث المجتمع ركيز أساسية من ركائز هويته الثقافية وعنوان اعتزازه بذاتيته الحضارية في الماضي والحاضر وإن كل أمة من الأمم لها تراث معلوم تعرف به أو مجهول بحاجة إلى الكشف عنه ولها هوية بين الأمم الأخرى فعلى سبيل المثال يعبر اللباس الجزائري عن هوية أجدادنا فهو رمز للسطر والتزيين وتقاليد الناس في أزيائهم الممتدة أصولها من أمازيغيتهم إسلامهم وعروبتين كما يعد التراث المعماري أحد ركائس تراث الجزائر خاصة المباني التاريخية التي لا زالت شامخة والتي تعبر في مجملها عن ذاكرة المقاومة الشعبية تلاحظوا باللي إذا استعملت السندات التعي هذا لا يعتبر خاطئا بالعكس استعمال السندات لي أنه في السؤال ويقول لي اعتمادا على السندين ما عندها بالاعتماد على السندين مملكم تحطهم لي في الزوج يعتبر صحيح إذا تلاحظوا باللي حطيناهم في الزوج السندات التعلى يزيدوا لي باش يلحقوا لي لتناشن سطر وطبعا خضيت الراكم يقولوا اعتمدت عليهم وحطيتهم مفهوم إذن يالله اللي هنا ويقول لي باللي التراث هو الراكيزة وشمعت الراكيزة معتها هو الساس اللي تقوم عليك تلك الدولة مع أنتها الدولة قلنا بلا تراث مع أنتها شهوية مفهوم الحضر أو يقول لي باللي كما قلنا أي أمة ما عندهاش تراث فسواء هذاك التراث راهو مجهول مفهوم لازم تحوس عليه وسيكون لها طبعا شأن وهوية بين الأمم نخد المثال البسيط اللباس الجزائري تعل الأجداد تعلنا ماشي كما اللباس تعل دول أخرى هذا يدل على ماذا على أن احنا عنا أصول سواء أمازيغيتنا إسلامنا عروبتنا هذا يدل علينا يعطينا الهوية التعنى التي تختلف قلنا من بلد إلى آخر كذلك عندنا التراث المعماري مفهوم المعماري معتها أي حاجة خلوها المعمار الأجداد التعنى ولا زالت شامخة إلى يومنا هذا إذن في الخاتمة كملكم دوما كملوها بجملة فقط الحفاظ على التراث وحمايته هو حفاظة على هوية الأمة وذكرتها هذا مكان ولا نقدر نقوله نستنتج أن علينا أن نحافظ على هوية أمتنا هذا سهل كملوها بجملة بسيطة وش تنتج من هذا الوضع بشكل تكون العالمات ممتازة بإذن الله كالعادة أبنائي اللي عنده أي سؤال ولا إسف سهري خليولي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله